اشتركوا في القناة يؤكد التزام بورصة البحرين ببناء شراكات راسخة وتعزيز سبل التعاون المثمرة في أسواق المال من جانبه أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن هذا التكريم يؤكد جهود جميع أفراد فريق العمل في بورصة البحرين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وبناء علاقات راسخة في قطاع رأس المال صدر مؤخرا قرار تطبيق ضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين والتي تتجاوز إراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي عبر سكايب الدكتور عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية مرحبا بك الدكتور في النشرة الاقتصادية وكيف يعكس تطبيق هذه الضريبة التزم مملكة البحرين بتعزيز بيئة اقتصادية شفافة وعادلة أتت فكرة هذه الضريبة بسبب ضحوث أجريت في الدول المتعددة حول موضوع اللامساوى وبالتحديد هناك شعور وسط الحكومات والمجتمعات أن مستوى اللامساوى الدولي أصبح عال جدا وبحاجة للمعالجة وأدركت كذلك الدراسات أن سبب أحد أسباب اللامساوى دوليا هو أن الشركات الكبيرة هي تتهرب من الضرائب من خلال نقل رؤوس أمولها ونقل مقرها ونقل سجلها التجاري من دولة إلى دولة تفاديا للضرائب العالية فالفكرة الأساسية هي التوحيد إلى حد ما الضرائب المفروضة على أرباح الشركات للحد من قدرة هذه الشركات على التهرب ونتيجة لذلك مملكة البحرين كونها دولة شريكة ومتعاونة على الصعيد الدولي كانت هي أول دولة خليجية تلتزم بهذه المعايير وهذا يعكس استعدادها الدائم على أن تكون شريكا فاعلا على الصعيد الدولي بالتأكيد الدكتور عمر العبيل لرئيس جمعيات الاقتصاديين البحرينية شكرا جزيلا لك والآن نترككم عدالة أسواق المالية الخليجية وافق مجلس إدارة الشركة انفست كورب كابيتل على توزيح أرباح مرحلية نقدية للمساهمين بنسبة 5% ثلاثة سنتات للسهم من رأس المال عن النصف الثاني المنتهي في الثلاثين من يونيو الفين واربعة وعشرين وأوضحت البيانات أن أجمالي الأرباح المقترح توزيئها تصل إلى خمسة وخمسين مليون ومائتين وعشرة ألاف دولر وحددت الشركة يوم السابع عشر من سبتمبر الجاري كآخر يوم مشاركة والتاسع عشر من الشهر نفسه تاريخا للاستحقاق على أن يتم التوزيع في التاسع في شهر أكتوبر المقبل والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن معدل التضخم في البلاد سجل تراجعا إلى مدون 2% لأول مرة منذ ثلاث سنوات حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.19% وأظهرت بيانات مفصلة لشهر أغسطس تراجع أسعار الطاقة على وجه الخصوص بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي ويأتي تراجع معدل التضخم في ألمانيا قبل يومين من اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حيث يتوقع العديد من مراقبية البنك خفض أسعار الفائدة ترجمة نانسي قنقر